في خطوة غير منتظرة أعلن المحامي الفرنسي إيريك موريتي أنه لم يعود محامي سعدا مجرد بعدما كلف من طرف القصر الملكي بالدفاعين الفنان المغربي في قضيته الأولى مع لورابريول في فرنسا إلى جانب محامين أخرين ورفض المحامي إيريك موريتي الذي اشتهر بكسب عدة قضايا ومنفات حالكة في فرنسا وأماكن أخرى الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى عدم سمثيل الفنان المغربي بعد الآن فيما صار المحامي الوحيد لسعد المجرد هو جون مارك فيديدا الذي يواصل الدفاع عن المجرد في قضيته الجديدة أيضا وكان المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا قد أكد في تصريح سابق لصحفة فرنسية بأن المسألة مرتبطة بعلاقة جنسية بالتراضي وليس هناك أي اغتصاب حيث تم إطلاق صراح لمعلم بكفالة مالية مع بقائه تحت المراقبة القضائية